جمهورية الصحراوية شاركت في هذا الاجتماع الذي ينعقد في إطار تهيئة لمؤتمر قمة واسع سينعقد في اليابان في مدينة يوكوهاما في شهر غشت القادم من السنة القادمة وهذا الاجتماع الوزاري الذي شهد مع بدايته اعتداء همشي يائس من طرف عضو من الوفد المغربي ضد الممثل الدائم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الاتحاد الافريقي وأمام فشل المغرب توسع في حرمان الجمهورية الصحراوية من المشاركة ورفض اليابان الاستجابة لمسعاه البائس مسعى المغرب لجأ المغرب إلى العنف والبلطجية كعادته غير آبه غير آبه لمضاعفات الخطيرة لمثل هذه التصرفات العنفة البيان الختامي الصادر عن اتكاذ والتي أكدت بما لا يدع مجال للشك بضرورة حضور كل الأعضاء والدول والدول اللي صدرت تحتها لمؤتمرات وتجمعات الشراكة يعني حضور الدول بمعنى أن الجمهورية الصحراوية وهي عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي لا بد من حضور كل هذه الدول وشفنا حتى في البيان الختامي من تحفظ على البيان الختامي من حاول يعني المغرب خيوط هذه المؤامرة الحكم الذاتي وما أدراك نسجت في الدوائر الفرنسية في الدوائر الفرنسية ربما للتأكيد الموقف الفرنسي قديم جديد جاء لنجدة نظام الحكم في المغرب كما ينم عن النواية عن النواية الفرنسية اتجاه المنطقة برمتها لإبقاء وضعية استراتيجية توطر وإحداث دائما عدم الاستقرار وعدم الأمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر